في مدينة حلب وهو على طريق حلب وبتحديد منطقة إثرية خناصر زميلي وليد هناي وليد حياك الله ما هي التطورات لديك تفضل وليد عم تسمعنا تفضل نعم من جديد تحية لكم متابع الإخبارية السورية من هذا الطريق الذي يعد شرياء مدينة حلب هذا الطريق الذي لطالما يستهدف بشكل مباشر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة اليوم من جديد نتحدث عبر شاشة الإخبارية السورية ونطمئن أهالي مدينة حلب بأن طريق إثرية السلامية هذا الطريق باتجاه خناصر مدينة حلب هو آمن بفضل قوات الجيش العربي السوري وهو لم يشهد أي وصول لعناصر تنظيم داعش الإرهابي سوف انتقل مباشرة إلى بعض المدنيين المتواجدين معنا على هذا الطريق يعطيك العافية من يجاي حضرتك؟ والله من طرطوس الحمد لله سلامتك كيف كان الطريق؟ والله آمن والحمد لله بقوات الجيش العربي السوري والله يدي منه الأمن والأمان صار فيه شيء وصول لعناصر التنظيم للطريق؟ لا 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 يا أخي كله آمن والجيش العربي السوري منتشر والطريق والقافلات والبانزين والمازوت جاء على الطريق شفناه الحمد لله على سلامتكم نتمنى لكم السلامة دائما وينما بتكونوا أكيد متابعة الإخبارية السورية رح ننتقل لعدة قوافل هي وصلت إلى مدينة حلب هذه المدينة مدينة الانتصارات اليوم نتحدث بأن هذا الطالما يستهدف بشكل مباشر قبل الفصالة الإرهابية المسلحة يعطيك العافية من يجاي حضرتك؟ من جبرين من جبرين الحمد لله سلامتك كيف شايف الطريق اليوم؟ طريق تمام الحمد لله تمام كيف الأمور؟ كيف شبتوا للجيش حامي الطريق؟ الله يحمي الدوائش الله يسلمكم الحمد لله سلامتكم يعني بكل تأكيد متابعة الإخبارية السورية نتحدث لكم بأن هذا الطريق شريان مدينة حلب يشهد عمليات بشكل متكرر من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي ورصد لواقع هذا الطريق الذي يتم من خلاله دخول كافة القوافل والعربات وأيضا الخروج من هذه المدينة باتجاه باقي المناطق الأخرى وأنتقل مباشرة إلى أحد الماردين يعطيك العافية أهلا وسهلا كيف شايف الطريق ناصر السورية؟ ممتاز جدا جدا والأمور كتير ممتازة الحمد لله سلامتكم منين جاي؟ والله جاي من السفيرة الحمد لله سلامتكم رح نشتغل في مواد عم تدخل؟ إن شاء الله كتير كتير والسيارات كلها وراي هلا بتشوفوها بعينكم والأمور كتير جيدة يا الله الحمد لله سلامتكم أيضا فور سماع تم تأمين الطريق هناك أيضا مسافرين هم يخرجون من مدينة حلب لو ينطلع على الشام إن شاء الله يا رب بالسلامة كيف الطريق على أساس مأطوع؟ طريق تمام الحمد لله الوضع كويس طريق تمام إن شاء الله وتعالى والأمور كويسة الله يحمي الله يحمي الجميع الله يسلمك بالسلام إن شاء الله بكل تأكيد متابعة الإخبارية السورية نلاحظ حركة العبور من وإلى مدينة حلب هي مستمرة ومتواجدة يعطيكم العافية وين متيسرين؟ الله فيك عشان يا رب بالسلام إن شاء الله حكونا على أساس الطريق مأطوع ووصل التنظيم عليه شو شو؟ الله الحمد لله طريق كويس طريق كويس طبعا وما في أي مشكلة نحنا سألنا كمان قبل ما نطلع وقول الحمد لله طريق أمه واحدة إن شاء الله وإلى نصر الجيش العربي السوري وإلى نصر الجيش السوري إن شاء الله يا رب بالسلام إن شاء الله كل عمو انتوا بقال في خير وإن شاء الله بالسلام بندعي لكم إذن متابعة الإخبارية السورية لابد أيضا بأن نلتقي مع ناصر الجيش العربي السوري هؤلاء حماة حماة الأرض اليوم تم تأمين الطريق بفضل جهود الجيش العربي السوري أحكينا عن الطريق مؤمن كيف حركة الحمد لله وليه كسير الطريق آمن بهمد رجال الجيش العربي السوري الحمد لله وإن نحن موصلوا على الطريق بالأساس لين قطع الطريق نحن قطعنا الطريق فترة ساعات بس شان امان المواطنين والحمد لله ممتازة فتحنا الطريق الحمد لله رب العالمين الحمد لله بقى جهاز عرب السوري الطريق نامين والحمد لله ان شاء الله كلها دائما وان شاء الله نحن لقاع ان شاء الله مأفصل لا مسلحيين واجعلنا الطريق كلهم بزفرز بالسلامة بندعي بكل تأكيد بالسلامة لكل المسافرين من وإلى مدينة حلب اتحدث لكم متابعة الاخبارية السورية بان الطريق هو قطع لعدة ساعات يوم أمس من قبل أبطال الجيش العربي السوري وذلك حرصا على سلامة المسافرين وعلى سلامة المارين على شريان مدينة حلب الوحيد كان هناك عمليات تجمية من قبل التنظيم باتجاه تلال هي واقع شمال الطريق انا اتحدث بالتحديد عن مناطق ريف حماء الشرقي وادئة العزيب باتجاه الشيخ الهلال ايضا الجيش العربي السوري استوعب هذا الهجوم وقام على الفور باسترداد النقاط والتلال ومن قبل هذه التلال تم تأمين عودة فتح الطريق واليوم بكل ثقة نتحدث بثقة تم لأبطال الجيش العربي السوري حامين هذا الطريق بأن الطريق آمن وطمئن أهالي مدينة حلب بأن كل المستلزمات هي تدخل هذا عبر هذا الطريق إلى هذه المدينة الصامدة المشتقات النفضية وغيرها من المواد والمستلزمات المعيشية التي تخص المواطن الحلب بتعود إلى مجاريها عبر الطريق ونطمئن أهالي حلب بأن الطريق لم ولن يصل إليه المجموعات الإرهابية المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي لا طالما أبطال الجيش العربي السوري متواجدين عليه إذن كما تابعنا عبر شاشة الإخبارية سوريا حركة العبور منه إلى مدينة حلب هي بامتياز متواجدة المسافرين ونتحدث أيضا بأن كل ما أشيع خلال الفترة الماضية عن وصول المسلحين إلى الطريق وعارن عن الصحة الجيش العربي السوري متواجد حركة العبور منه إلى مدينة حلب هي متواجدة والجيش متواجد عبر انتشاري على طول هذا الطريق من مدينة حلب باتجاه الريف الشرقي وصولا إلى خناصر ما بعد خناصر إثريا ومنها إلى الشيخ هلال والسلامية ووصولا إلى باقي المحافظات السورية باتجاه دمشق واللاذقية وترطوس ورصدنا لكم أراء بعض المواطنين الذين دخلوا إلى مدينة حلب عبر هذه الرسالة المباشرة إذن هذا كل ما لدي حتى اللحظات لعودة إليكم زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية نعم زميلي مراسل الإخبارية السورية وليد هناي من طريق حلب إثريا خناصر شكرا جزيلا لك على هذه التغطية